حدثني عنه شخصياً شخصياً على الوردي صورتياً نحن نعرف كتبة نعم غير الإنسان صورتياً طيب على الوردي ما يقوله هو ما يقصده في نفس الوقت لذلك بعض الكتاب عندما كتبوا عن الوردي كتبوا ما قاله ولم يعرفوا ما يقصد الوردي شخصيتياً قابل هو يكتب عرفان مثلاً أحسنت مثلاً يتصل بعمتي بالتريفون طيب محمد وين ليش ما أجاني فتجاوبه عمتي تقول من هو جنابك يقوله صدام حسين سوى حرية بالعراق وراح يخلي البرلمانات حرة وراح يرشح للبرلمان واكسر رقبة محمد زين حسش فعمتي هنا بسرعة جاوبه دكتور شلونكم شلون صحكم عرفت من الذي قال فهذه الكلمة يقوم يفتر بها بكل مكان أنت إذا شفتك أنا بالسوق بعد الديمقراطية وأصير أنا أعضو برلمان راح تقول لي أنا علي وجهة قولك من أنت ما أعرفك لأن نصر الشخصية وهكذا يعني هو مو بس بالنص كان متمرد ويهاجم وأنما حتى الحضور الشخصي نعم وهو من النوادر الذين يعني قد لا يصادف المنسان يعيش مئة سنة ولا يصادف شخص يصنع نكته الوردي يصنع النكته ويضع نفسه في الجانب الخسران من النكته كشلون يقول الشعب العراقي دائما نحب المظلوم فأنا أخسر بالنكته وأخذ تأييد الشعب مثلا نكته disse واي الشيخ جلال الحنفي لما شيخ جلال الحنفي قال ما يقوله الوردي يعني Modernalfiter أنه جنه وصحر للنمسان وفي هذه البيت المشهرة بالكاظمية الوردي اقترح على جلال الحنفي أن يبط بالبيت إذا ما بيجني يطلع يؤق لهم ما بيجني جلال الحنفي الرحمة الله علي اتراجع فfen جلال الحنفي كتب مقالة علمية ضد الوردي أنه الجن ما موجود كله وこうкольку هذا البيت وهمية فالوردي جاء وقال مريت على قهوة زين وشوفتم يتناقشون عن جلال الحنفي والوردي ويقرون مقالة منشورة بالجريدة يقول إنه انهزم الوردي ومن لف لفه زين فأبو القهوة يسألهم يقولهم شنو يعني ومن لف لفه يقولنا يعني الوردي سليمت لفه زين فانطهل الشعب هاي القصة الشعب الضامنوية ضد جلال الحنفي كسب المعركة القصة كلها ليست حقيقية مصنوعة صنع أهل الوردي وكتب المقال وأعطاه لسلام الشمع ونشر باسم سلام ولكن أنا رأيت خط الوردي بسلام الشمع وقد ذهب به